السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم زوار معرض أداة الافتراضي معاكم ماجدة عبدالله أنا طبيبة وكاتبة مؤلفة كتاب عنده الرزق اليوم حتكلم معاكم عن مفهوم المنع والصناعة الروحية في الحقيقة كلنا متفقين أن الوقوف أمام الأبواب المغلقة هو شيء غير مريح ومرهق على قد ما بيسبب الألم وعدم الفهم اليوم أنا هنا معاكم عشان نوصل لفهم يوصلك للوفرة والتمكين بإذن الله ابن عطاء السكندر اللي هو مقولة جدا جميلة بتقول ربما منعك فأعطاك وربما أعطاك فمنعك وإذا كشف لك الحكمة في المنع عاد المنعين العطاء في الحقيقة هذا يحتاج منك عشان تقدر تفهم هذه المقولة أو تستوعبها أنك توصل لمستوى معين من الإدراك وهذا المستوى يلزمك أنك تفعل أداة الإيمان بالغيب الإيمان بالغيب لدرجة أنه إدراكك يدرك أنه لا يمكن أن يدرك احتياجاتك الذاتية على المستوى الجسدي النفسي الروحي فيصبح حال لسان هذا الإيمان كانه بيقول أنه الله سبحانه وتعالى وحده هو الأعلم بما يحقق المنفع الخالصة لعبده طيب زي ما أنتم ملاحظين في مسارين بيتشكلوا أمام المنع المسار الأول بيقول لك أنه الشيء اللي أنت تمنعت منه هو في الحقيقة لا يحقق المنفع لك وأنا متأكد أنك مريت بأوقات كثير في حياتك تكاد كنت تسجد فيها شكرا لله على أنه منعك من أمر معين المسار الثاني هو سيتكلم عنه شوية أكثر المسار الثاني بيقول أنه المنع بحد ذاته هو الأنفع لك لأنه في الحقيقة في المنع في صناعة روحية عظيمة فقط لو أنت أقبلت على المنع هذا بثلاثية ذكرتها في كتاب عنده رزق اللي هي ثلاثية الشكر والاستغفار والتذل لله والبدء في تصحيح مسارك الداخلي كمحاولة جادة من الفهم عن الله سبحانه وتعالى طيب خلينا نتكلم عن الصناعة الروحية هذه اللي بتحصى خلال المنع وإن أنت إذا قدرت استثمرها حيصير كل باب مغلق هو فتوحات وتمكين لك كل باب مغلق بتواجهه في حياتك إذا واجهته بتحقيق الصناعة الروحية هذه بإذن الله حيكون سبب تمكين لك أول حاجة في المسار هذا أو في الصناعة الروحية هي سعة الالتفات للممكنات يعني أنت عينك على الباب المغلق لكن في نفس الوقت بتبدأ تتبصر بكل أدواتك الذاتية الروحية قيمك مهاراتك معارفك ممتركاتك بتبدأ تتبصر فيها تبصر كل قبول ويسر وتسليم وتبدأ تشتغل بالمتاح عينك على الباب المغلق وبتشتغل بالمتاح في الحقيقة اشتغالك بالمتاح هذا يعتبر من أهم المفاتيح واللي حتدركه مع الوقت ومن خلال كل مرة أنه التفاتك لممكناتك هو يعتبر من أهم الخطوات في تأسيس جاهزيتك الأبواب اللي هتفتح أمامك بردنلا طبعا لما نتكلم عن الجاهزية من أفضل الأمثلة عن الجاهزية هي جاهزية يوسف عليه السلام كان عنده حسن التفات لممكناته ومثال على هذه الممكنات هي قدرته التأوينية اللي كانت من أهم الخطوات أنه يصبح عزيز ممكن على خزائل الأرض طيب في الحقيقة أنه التفاتك لممكناتك بيخليك أنت عينك على الباب اللي المغلق أمامك لكنك في نفس الوقت بتلتفت لممكناتك شكرا لله سبحانه وتعالى وهذا طريقك الأهم للتمكين لأن الصناعة الروحية اللي بتحصل من خلال المنع هتبدأ تشتغل معك طيب الحاجة الثانية في المنع أو في الصناعة الروحية هي حاجة مرة مهمة وتعتبر من أهم العطايا اللي بيعطيك هي المنع اللي هي سعة الفهم اللي دراكي يعني أنت بتبدأ تلتفت لقيمك المعطلة اللي بتحتاج مغفرة من الله سبحانه وتعالى وتبدأ تستقيم من خلالها هذه من أهم العطايا اللي بتحصل لك الله سبحانه وتعالى قال وقال لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءا غدقا طيب في الحقيقة ليش هذه من أهم العطايا لأنها حتكون سبب في تمكينك القلبي وعيك وأخلاقك حترتقي وفي نفس الوقت تمكينك المعرفة حتنتقل لحيز أوسع من المعرفة طيب شفت كل الحكاية هذه اللي حكيتك عنها في الحقيقة هي بتدار من خلال منظومة ربانية جليلة اسمها اللطف الخفي يعني كل الأبواب اللي بتنفتح أمامك وكل الأبواب اللي بتغلق في الحقيقة هي أثر من أثار لطف الله سبحانه وتعالى العليم الخبير